السلام عليكم ورحمة الله وازايكم يا شباب عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير معاكم احمد نصر من انجلي سايزيشن النهاردة معنا فيديو جديد هنتكلم عن ازاي تتعلم اللغة الانجليزية من خلال التطبيقات وده فيديو جديد بخصوص برنامج ليرن انجليش وبرنامج هيفدكم جدا وبرنامج مميز هنبدأ نستعرضه قدامكم ويه هتستفيدوا منه ولكن قبل ما نبدأ المقطع اتمنى منكم انتم تعملوا اشتراك في القناة لو ما اشتركتوش وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو وشير لصحابكم وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتات بعد ما تجربوه يلا بينا نبدأ نبدأ دلوقتي على براكت اللان ووضح التطبيق بتاعنا النهاردة وهو وده طبعا هتلاقوا اللينك بتاعه في في وصف الفيديو هنخش دلوقتي على البرنامج ونشوف البرنامج شكله عامل ازاي دي طبعا اه يعني جزئية من الجزئيات ده الشكل الاساسي او الخاصة بالبرنامج اه متقسمة الى التمن اجزاء اه اول حاجة الدروس وبعد كده كلمات وعبارات بعد كده محادثات وحوارات قصص ومقاطع آآ كورسات مجمع طبعا حاجات لناس على اليوتيوب وآآ حاجات زي زي امريكان انجليش وهكذا وبعد كده ده المعجم اللي هو آآ عامل زي كده وبعد كده طيب نخش على اول جزئية نشوف طبعا مقسم لك هنا جايب يبقى هنا ده كله خاص بالقواعد تمام ولكن آآ يعني هو جايب حاجات في نفس الوقت آآ مفيدة للناس المبتدئة وكمان مفيدة للناس يعني برضك مش شرط ان هو انت تكون مستقى قليل عشان آآ تبدأ في البرنامج ده لا خالص هنشوف دلوقتي آآ الميزة اللي موجودة فيه طبعا هنا حاطت آآ دروس كتير جدا اولهم واخرهم اللي هي الحالة الاستفامية بعد كده هنا حاطت آآ طبعا من اول لحد آآ لحد الريبورت السبيتش الكلام المنقول آآ وطبعا آآ الافعال الخبرية وهكزا طبعا انت ما تحب تشوف دارس بتخش على آآ الجزئية دي بتخش على الجزئية دي وتشوف الاعلان هو عيبه لوحيد في كتر الاعلانات تمام? ولكن انا يعني افعت حاجة فيه ان هو شارح بالعربي هيوفر عليك والأفعال الخبرية عبارة عن افعال تحمل في معانيها وصف المشاعر او احاسيس او حالات معينة وتقوم باغبارنا عن وصف شيء معين ستم توضيح معناها خلال الامس هنا طبعا عندنا افعال خبرية افعال مستمرة او استمرارية والافعال الخبرية هي افعال تستخدم للتعبير عن وصف شيء ولياكم بيقول تمام يعني رائحة هذا الخبز رائعة تمام يبقى هنا الحال الخبري هو في تمام او الافعال الاسف الافعال الخبرية هي اه وكذا اه طبعا عندكم حاجات كتير جدا اه في ويجايب لكم اهو اه كل حاجة عنها اه بالتفصيل تمام ده كده خلصنا جزئية الدروس وعرفنا اللي موجود هنا كلمات وعبارات لو انت حابب بقى ان انت تذكر كلمات اه يعني هو كل لعب كله في في الاعلانات وكده في بتاعته كتير ولكن هنا لما بتحب اه تذكر حاجة يقول لك مسلا تمام اين نحن لو حابب تسمع الجملة لكن عشان انا احط الخارجي فمش هيظهر الصوت بتاعه اه فطبعا هتسمعها حابب تعمل لها مفضل هي بتبقى كده اصلا حابب تعمل لها مفضل بتدوس تمام بترجع ليه خانة المفضل اللي عندك تمام كده اهو المفضل طبعا كتير يعني تزهق اي حد اهو المفضل اللي انت عملت له موجود طبعا عندكم كلمات كتير جدا في اه انشطة كتيرة جدا فيعني هتفتكم بعد كده عندك اه موجودة هنا طبعا بيقول تمام وهكذا طبعا ان انت بتسمع الصوت وتحاول ان انت تردد وراه عشان تطور الاستماع بتاعك وكمان تطور التحدث ودي طبعا ميزة اه للناس اللي هي بتحاول ان هي تطور من الاستماع ويتحدث في نفس الوقت ده هيبقى مفيد لكم طبعا عندكم قصص ومقاطع هنا حاطط طبعا حاجات كتير جدا هتفتكم هتفتكم سواء فيه طبعا لان بيبقى فيه اه ساعات ساعات بيبقى فيه اه حاجات زي كده فتقدر ان انت تشوفها من خلال الترجمة تمام يعني مثلا تمام كده اه يذهب الى الفراش او يذهب للنوع تمام اه وكذا يعني هتلاقي في كل حاجة متوفرة عندك اه سواء ترجمة او ان انت تسمع صوت بتدوس على العلامة دي ويبدأ الصوت يشتغل باري كده هنا طبعا المعجم تحط اي كلمة مثلا تقول مثلا اه يلعب طبعا لازم ان تعكس اهو جاب لك الكلمة وبيجيب لك طبعا مراضفات معيها اه يعني اهو بيقول لك مثلا اه بلاي اه اه اوت بلايز جامبلز هنا بلايم فور the first time وهكذا يبقى انت هنا عندك اه يعني صلاحيات كتير جدا نيجي بقى نخش فيه جزئة اه عندك طبعا اه البيجينورز انترميديايت الادفانست بعد كده الاكسبرت تمام هنا طبعا اه بتخش الترافيك زي العادة هنا طبعا بيقول حمدا بيقول اه اه سوزن و اه صاها اه هم اه بيقول وانا طبعا وانا حلت بصورة كدا فيعني ما خدتش بالي طبعا دي بالنسبة للمستوى المتوسط آسف بالنسبة للمستوى المبتدئ هتلاقي في عندك كل جزئية خاصة بكل حاجة يعني هتلاقي المبتدئ في عندك آه تمام كده آه هتلاقي عندك آه في المبتدئ تلاتة وخمسين امتحان متوسط عندك خمسة وخمسين امتحان آه عندك خمسة وخمسين امتحان هتلاقي عندك خمسة وخمسين امتحان فانت عندك كل حاجة وما فيش حاجة بتتفتح إلا ما تتخطى اللي قبلها فدي الميزة اللي في البرنامج بكده أكون خلصت شرح الخاص بالبرنامج خالص أتمنى يكون عجبكم